اشتركوا في القناة ويحسن سيرته لتكون له سمعة أخرى حسنة بين الناس فالتشهير به بين الناس من أنواع المصائب المكفرة للسيئات لكن قد تكون عقوبة على ذنب ارتكبه ولا يجوز أن يجهر لأن المجاهرة لا يعافى صاحبها كل أمة معافى إلا المجاهرين طيب يقول هل يمنع الوشم العمرة لا يمنع يمكن أن تؤدي العمرة ولو كان على يدك وشم لكن تغطيه غطيه استره بالمناشف يعني لو قلت الوشم هنا في الكتف الأيمن الطبع في العمرة نقول لا يقدم تغطية الوشم الحرام على سنة الاطباع فتغطي الوشم ولا تطبع في الإحرام علي ديون إذا نقدم سداد الدين على العمرة قضاء الدين يقدم هذا حق هل تمسك الحائض عن الطعام في رمضان لا ما يجب عليها الإمساك لكن تستتر أمام أولادها الذين قد يتهمون ولا يفهمون أو تفهمون موضوع ما يعتري المرأة مما يجبيح لها الفطر متزوجة جاء طفل إعاقة سبعية وزرعوا له قوقعا وجم جاء الثاني نفس الحالة فقال الزوج هذا عقوبة الجواب خطأ ليس بعقوبة العقوبة على ماذا هو أنت بيدك بيدك الولد المعوق أن يأتي معوقا هذه إرادة الله فتصبر وتحتسب ولا تقول ما نبغى ننجب خلاص نقول يا أخي أنجب ولو كان فيه إعاقة الله يؤجرك على صبرك عليه أنت الفلوس اللي دفعتها في زرع القوقع هذه ما تؤجر عليها حرصك على إسماع الولد وسمعه ضعيف أو بالإشارة أنت وزوجتك تتعلم لغة الإشارة بالأجل ولد أصم ما تؤجر على هذا بل والله تؤجر إذا أنت نويت وجه الله فتحليل الزوج الموضوع خطأ ولا هناك ما نعشأر عن أبدا من مواصلة الإنجاب وما يأتي به الله نرضى به والابتلاء في الولد يكفر الله به خطاياك وخطايا أمه والصبر عليه يرفع درجاتهما طيب الإعانة للمعوق من الشؤون الاجتماعية فيها سؤالان الإعانة التي تصرف للمعوق تحفظ له في حساب خاص مثلاً وينفق منها عليه فقط ما هو على ولد ثاني ولا على نفسها الأم ولا الأب هذا راتب من الدولة أعطيه للمعوق فيبقى له فقط ينفق عليه منه فإن قال إحنا أعطينا أكل بقي طعام سيرمى نقول لا بس أن يعطى الولد الآخر إذا كان سيرمى الأول صاحب الحق هو الذي رغب عنه طيب قضية الرقية الرقية لا بأس للإنسان أن يرقي لا بأس للإنسان لا بأس للإنسان أن يرقي وأن ينفع المسلمين وإذا جازت الرقية يعني ما فيها شرك مثلاً ما فيها محرمات يعني بعض الرقاء مثلاً يمسك المرأة حرام ما يجوز تمسك المرأة الأجنبية ولا تقول أنا مثل الطبيب ويجوز لي ما يجوز الطبيب ما تقلس نفسك على الطبيب فإذا يقرأ وينفث من بعيد ما يمسك فإذا جازت الرقية جاز أخذ الوجر عليها لكن بعض الناس يستغلون الموقف فيبيع الماء الذي قرئ فيه والزيت الذي قرئ فيه والكريمات التي قرئ فيها وقد سألت شيخنا عبد العيس باز رحمه الله عن بيع الماء الذي قرئ فيه والزيت قال هذا امتهان للقرآن ولا يجوز فلا يجوز بيع هذا الذي قرئ فيه قل لي الله هذا بثلاثمية وهذا بسبعمية ليش يا شيخ والله هذه قرأنا فيها ثلاث مرات وهذه قرأنا فيها سبع مرات والشيخ والشيخ مشغول ما مفاض يقرأ يوكل واحد ثاني يقرأ هذا تلعب فإذا لا يجوز مثل هذا الفعل وقضي السلف ما كانوا فاتحين محلات للقراءة ومتفرغين ودوام ومراجعة مجانية يعني لو واحد صال له شيء أي واحد من الناس الذين فيهم دين وصلاح يقرأ عنده قدرة على الرقية يقرأ يعرف الرقية وماذا يرقي يقرأ ملازم يحصل الحطرقات وعيادات وما في هذا لم يعهد على أيام السلف فعل هذا طيب هل يقضي الصلاة والصيام إذا تاب إذا كان ما صلى أبدا فلم يكن مسلما ثم لما صلى دخل في الإسلام فلا يقضي الصلاة والصيام طيب الخروج في سبيل الله مهم طلب العلم والحرص عليه والاهتمام بالتوحيد التوحيد العقيدة واحد العلم الحلال والحرام والفقه اثنين ثم يذهب في الدعوة في سبيل الله وبما تعلم أعزم أهلي على صدقة لا مانع ولكن قلنا ما فيه تخصيص ليوم معين أو في رمضان نص رمضان أو كذا أي دعوة يعني ممكن يكرم بها أحدا ويهب أجرها لوالديه استغفار وتسبيح مع الصلاة طيب جدا جدا لكن ما نترك الصلاة خصوصا في هذه الليالي الشريفة أحسست بالجنابة بعد المغرب إذن تغتسل وتعيد الصلوات يا أخي وصيامك صحيح تغتسل وتعيد الصلاوات التي صليتها على الجنابة وصيامك صحيح وما يضر الصيام يقول بعض الدم ذهب الحلق رغما عني ما عليكم شي المسبحة أجازها بعض العلماء كشيخ العمد ريزباز رحمه الله وغيره والتسبيح باليد أفضل وباليمنى أفضل بدها جاءتها الدورة نظفت المغرب واغتسلت بعد الفجر الصيام صحيح إذا نوت قبل الفجر لكن وينها عند الصلاة يعني ما لازم تغتسل وهي الآن طهرت بعد المغرب ما لازم تغتسل وتصلي المغرب وتصلي العشاء وين عنصات المغرب والعشاء ما اغتسلت بعد الفجر تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا وأخيرا كفالة اليتيم الأفضل يكون عندك في البيت تربيه مثل أولادك هذه كفالة اليتيم الحقيقية تربيه مثل أولادك تكبيرة الإحرام فيها تردد إذا يأتيك باستمرار هذه وسوسة فلا تلتفت إليها وحديث أبي هريرة في الجمع بين الصيام والإطعام ويادة المريض واتباع الجنائز يدخل الجنة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك يوض الأصالة زاد المنا يضيء الليالي وينح الدجا يفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفا على نسمات الهدى والصفا سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقطر الندى هو الزاد زاد الهلا والدنى لزاد الحياة وزاد التقى لزاد الحياة وزاد التقى مشاعر خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجواب إذا هزك الشوق نحو السنة فجوال زاد رفيق السراء موقع الإسلام سؤال وجواب يقدم الفتاوى الشرعية والاستشارات الاجتماعية والنفسية المؤصلة من الكتاب والسنة ويجيب على أسئلة الزوار المتعلقة بالإسلام سواء كانت سائل مسلما أو غير مسلم وذلك باثنتين عشرة لغة عالمية أقسام الموقع نافذة جديد الفتاوى يتم من خلالها عرض جديد الفتاوى بشكل يومي نافذة التصنيف الموضوعي يتم فيها عرض الفتاوى عن طريق تصنيف واضح وسهل للزوار كما يوجد تصنيف موضوعي أيضا للمتخصصين قسم خاص للتعريف بالإسلام ويهتم بالمسلمين الجدد وغير المسلمين بحث متعدد الخيارات والمجالات بلغ عدد زوار الموقع عام 2009 أكثر من سبعة ملايين زائر وقد تم استعراض أكثر من مائة مليون صفحة وقد جاءت الزيارات من مائتين وخمسة وعشرين بلدا ومنطقة موقع الإسلام سؤال وجواب www.islamqa.com المشرف العام على الموقع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد